بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين درس هذا اليوم عنوانه تعريفات أولية في علم المصطلح ونبدأ بداية بتعريف علم المصطلح فنقول في تعريفه هو علم بأصول وقواعد يعرف بها أحوال السند والمتن من حيث القبول والرد أما موضوعه فالسند والمتن من حيث القبول والرد وثمرت هذا العلم في تمييز الصحيح من السقيم من الأحاديث نبدأ بتعريف الحديث فنقول الحديث لغة الجديد ويجمع على أحاديث على خلاف القياس أما اصطلاحا فهو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة ونعرف الخبر فنقول الخبر لغة النبأ وجمعه أخبار أما اصطلاحا ففيه ثلاثة أقوال القول الأول أنه مرادف للحديث أي أن معناهما واحد اصطلاحا القول الثاني أنه مغاير له فالحديث ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم والخبر ما جاء عن غيره القول الثالث أنه أعم منه أي أن الحديث ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم والخبر ما جاء عنه أو عن غيره نعرف الآن الأثر فنقول الأثر لغة بقية الشيء واصطلاحا فيه قولان القول الأول أنه مرادف للحديث أي أن معناهما واحد اصطلاحا والقول الثاني أنه مغاير له فالأثر ما أضيف إلى الصحابة والتابعين من أقوال أو أفعال من التعريفات الأولية أيضا في علم المصطلح تعريف الإسناد وله معنيان المعنى الأول عزو الحديث إلى قائله مسندا والقول الثاني سلسلة الرجال الموصلة للمثن وهو بهذا المعنى مرادف للسند والسند لغة المعتمد وسمي كذلك لأن الحديث يستند إليه ويعتمد عليه أما اصطلاحا فهو سلسلة الرجال الموصلة للمثن والآن نعرف المثن فنقول في تعريفه لغة ما صلب وارتفع من الأرض أما اصطلاحا فهو ما ينتهي إليه السند من الكلام من التعريفات المهمة في علم المصطلح أيضا تعريف المسند بفتح النون وهو لغة اسم مفعول من أسند الشيء إليه بمعنى عزاه ونسبه إليه أما اصطلاحا فله ثلاثة معان المعنى الأول كل كتاب جمع فيه مرويات كل صحابي على حدة والمعنى الثاني هو الحديث المرفوع المتصل سندا والمعنى الثالث أن يراد به السند فيكون بهذا المعنى مصدرا ميميا أما المسند بكسر النون فهو من يروي الحديث بسنده سواء أكان عنده علم به أم ليس له إلا مجرد الرواية المحدث وهو من يشتغل بعلم الحديث رواية ودراية ويطلع على كثير من الروايات وأحوال رواتها أما الحافظ ففيه قولان القول الأول أنه مرادف للمحدث عند كثير من المحدثين والقول الثاني أنه أرفع درجة من المحدث بحيث يكون ما يعرفه في كل طبقة أكثر مما يجهله وأخيرا الحاكم وهو من أحاط علما بجميع الأحاديث حتى لا يفوته منها إلا اليسير وهذا على رأي بعض أهل العلم في الحديث هذا والله تعالى أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم